على امتداد ثلاثة محاور تحتدم المعارك جنوبية مارب في مديرية الجوبة دفعت ميليشيا الحوثي بتحشيدات كبيرة من عناصرها في إطار هجومها العنيف الذي بدأته مطلع العام الجاري على المحافظة تحولت جبال الشرقي وبرم ومحطة عبدالغني وذراع العافة إلى ساحات قتال دامي استخدم فيها الأسليحة الثقيلة من الصواريخ والقذائف على نطاق المناطق الجنوبية لمارب لا تهدأ المعارك فميليشيا الحوثي تدفع بأنساقها واحدا بعد الآخر وسط مقاومة شرسة من الجيش معززا برجال القبائل ابتمكن من إخماد الهجمات الآخيرة بعد معارك عنيفة وغارات للتحالف أسفرت عن سقوط العشرات من مسلحي الحوثي يتركوا بلاد مراد يتركوا الجوبة يتركوا مارب مارب بعيد عليهم في مارب معركة فاصلة للجيش الوطني ولميليشيا الحوثي أيضا تتزامن مع تحركات أممية ودولية لاستئناف العملية السياسية ومع اشتداد التصعيد الحوثي تفرض الميليشيا للأسبوع الثالث على التوالي حصارا على مديرية العبدية التي أعلنتها السلطات المحلية منطقة منكوبة تعيش مأساة إنسانية وأمام معاناة العبدية التي يقطنها نحو 35 ألف شخص تقتصر المواقف الأممية والدولية على تصريحات تعبر عن قلقها وتدعو إلى السماح بمرور آمن للمدنيين وعمال الإغاثة وإجلاء المصابين إن تطويق منطقة العبدية في جنوب مأرب قد استمر لمدة شهر وأصبح الآلاف في وضع حرق وكما قلنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس التصعيد العسكري من قبل أنصار الله في مأرب والمنطقة المحيدة ينبغي أن يتوقف وتلك الأحاديث ترددها الأمم المتحدة منذ قرابة عام فيما ميليشيا الحوثي لا تكترث إلا بإشعال المزيد من العنف لا تتوقف المعارك الطاحنة على أسوار مارب في معركة مصيرية تدور رحاها في محافظة تمثل أهمية استراتيجية اقتصاديا وعسكريا